ينضم إلينا من واشنطن نايثين تيك نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية أهلا بك معنا على شاشة الغد سيد تيك الاشتباكات في السودان دخلت شهرها الثالث كيف ترى الخارجية الأمريكية المستوى الذي وصلت إليه هذه الاشتباكات وتداعياتها على المدنيين؟ نعم بالنسبة للوضع الأنساني في السودان لا شك أنه وضع مؤذي للغاية المدنيين هناك يعيشون في كبوس للنقص كافة الأشياء اللذمة للمعيشة مثل المياه النظيفة الصالحة للشرب والأكل والمأوى وخاصة في درفور والولايات المتحدة الأمريكية تركز جدا على هذا الصدد وتحاول قدر الإمكان أن تضغط على كلا الطرفين لكي يوقف هذا النزاع من أجل مصلحة المدنيين السودان بالفعل هي دولة قد عانت من العديد من التحديات السابقة لذا البنية التحتية منهارة هناك ملايين من اللاجئين في السودان فالآن الوضع أسوأ بكثير وهناك ملايين اللاجئين السودانيين قد نزحوا لدول أخرى مجاورة وهم ينقصون السلع الأساسية والاحتياجات الأساسية من الدواء والمياه النظيفة الصالحة للشرب لكن بالحديث عن المساعدات الإنسانية والوضع الإنساني للشعب السوداني سيد تاك الولايات المتحدة تعهدت قبل ثلاثة أسابيع بتقديم مبالغ طفية تقدر ب245 مليون دولار لإغاثة الشعب السوداني ما تأثير هذه المساعدات؟ نعم بالفعل نحن تعهدنا بإيصال أكثر من 245 مليون دولار كمساعدات إنسانية سيتم تقديمها لمنظمات أهلية ومدنية غير حكومية والمنظمات الدولية العاملة هناك في السودان من أجل إيصال الدعم لمن يستحقه نحن سنتأكد أن الدعم الإنساني الذي تم تقديمه للشعب في السودان لا ينقطع ولهذا نحن نعمل عن كثب مع شركائنا في هذه المنطقة في منطقة الصرحاء الغربية وفي العالم العربي من أجل أن نتأكد أن هذه المساعدات الإنسانية تصل لمن يستحقها وضعونا نكون صرحاء في هذا المساعدات الإنسانية وحدها لا تكفي وأتعين أن يكون هناك حل سياسي جذري من أجل حل المشاكل الموجودة والتي هي أساس المعاناة لكن سيد تك عندما تقول بأن هذه المبالغ سوف يتم تقديمها هذا يعني بأنها لم تقدم بعد ما الذي يؤخر واشنطن لتقديم هذه المبالغ للجهات والمنظمات التي أشرت إليها لإغاثة الشعب السوداني إن كنتم ترون بالفعل بأنه يعاني الآن نعم لكن لا أعتقد أن هناك تأخير في الدعم الإنساني ولكن هذا يحتاج إلى تنصيق مع المجتمع الدولي ومع المنظمات العمل المدني والمنظمات الدولية التي أعمل هناك والشرقاء من أجل أن نعلم ما الذي يحتاجونه في الوضع الذين يعيشون فيه ولكن الآن كما نرى أن قوات الدعم السريع والجيش السوداني النظامي ما ذاله في حرب دائمة وهذا يؤثر وكما قلت أن المساعدات الإنسانية ليست وحدها تكفي وبالمناسبة هذا الذي يؤخر إمداد المساعدات لمن يستحقها فالمنظمات الموجودة هناك غير واقفة إلى الآن على الاحتياجات التي يحتاجونها بالضبط نحن الآن ننصق مع دول كثيرة وعلى رأسها المملكة السعودية ونحاول أيضا أن نقوم بالضغط على كلا الطرفين من أجل الجلوس على طاولة المفاوضات وأيضا من أجل وقف إطلاق النار ملزم فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة الجارية في دارفور ما تقييمكم للأوضاع هناك؟ بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية قد شجبت مقتل والي في غرب دارفور وكانت سلامته تتعلق وتحت مسئولية قوات الدعم السريع نحن نجقب ونجينا كافة الأعمال الموجودة هناك هذه الأعمال التي نراها في دارفور إشارة لخطورة الوضع هناك ونحن لا نريد أن نرجع إلى أيام المجازر التي كانت تحدث في سدان منذ عشرين عاما مضت ولهذا نحن كما أشرنا أن المسئولية تقع على عاطق قوات الدعم السريع وأيضا لذا هم يشجعون العنف العرقي الموجود هناك وهم فشلوا في الدفاع في حماية حياة المدنيين لذا الوضع الآن في دارفور هو مرفوض تماما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية نحن وجدنا أن هناك الكثيرين المشردين من الشعب السوداني وأيضا وجدنا أن نتيجة للحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع هناك ملايين من النازحين الذين يذهبون لدول أخرى هي بالفعل تعاني لذا ما زلنا نشجب وندين كافة أعمال العنف والإجرام لكن سيد تك الجيش وقوات الدعم السريع يتهمان بعضهما البعض بارتكاب الجرائم في دارفور أنتم على ماذا تستندون لاتهام قوات الدعم السريع تحديدا إما بمقتل ولغرب دارفور أو بباقي الانتهاكات الأخرى بالنسبة للوضع في دارفور نحن نتهم بالفعل قوات الدعم السريع في هذا الحدث لأن بالنسبة للتقارير التي جاءت من المرصد الخاص بالأمم المتحدة ومنظمات العامة الإنسانية كانوا متأكدين وكانت لديهم تقارير نهائية عن ما حدث هناك وقد حملوا قوات الدعم السريع المسؤولية لهذا لذا يجب أن يكون هناك مسألة ومحاسبة لا يمكن أن نتركهم يقومون بهذه الأعمال الإجرامية بدون أي وقفة وبدون أي تقريم من قبل المجتمع الدولي ومنظمات العمل الحقوقي لكي نتأكد أن هذا القرم لن يتكرر مرة أخرى لا يمكن أن نترك التاريخ يعيد نفسه لكن سيد تيك هناك أيضا تقارير وروايات وتصريحات أخرى تتهم الجيش بارتكاب الانتهاكات في دارفور أن تختار واشنطن رواية على أخرى ألا يعني هذا بأنكم منحازون لطرف دون آخر؟ لا بالطبع لا وإذا رأيتم التقرير الذي أصدرناه أمس كنا أيضا نقول أن القوات النظامية وقوات الجيش هي بالفعل يقع عليها جذء من المسئولية لأنها تشجع تواجد الميليشيات ولا تمنع وجودهم وأيضا تعرق الوصول المساعدات الإنسانية وهي طرف من هذا الحرب نحن لسنا منحاذين لأي طرف في هذه الحرب نحن نهتم فقط بالشعب السوداني الذي يريد هذه الحرب أن تنتهي ويريد حكومة من المدنيين ولكي نصل لهذا يجب أن يكون هناك علاقات طبيعية مع العالم الخارجي ومن بينهم الولايات المتحدة الأمريكية لذا يتعين أن يكون هناك حل سياسي حازم طيب بالحديث عن الحلول السياسية وأيضا المحادثات أو الوسط التي تقوم بها واشنطن لإيقاف القتال بين الجيش والدعم السريع الكثير من السودانيين حبرتهم أنا شخصي نطلبون ممارسة المزيد من الضغط على طرفي القتال لوقف هذه الحرب ماذا لدى واشنطن من أساليب للضغط على الجيش والدعم السريع شكرا جدا على هذا السؤال هذا سؤال رائع للغاية أود أن أشير أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت أنها قد أخذت خطوات كثيرة من أجل أن تحمل كل طرفين مسؤولية هذا الحدث وكانت تدعو لوقف إطلاق النار وأيضا كانت تحمل الجيش السوداني وأيضا قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة للأزمة الإنسانية التي تحدث هناك وأيضا كانت هناك عقوبات كثيرة في الفترة الماضية لذا أيضا كانت لدينا كانت لدينا حزمة عقوبات عليهم وأيضا كنا نركز على تركيز على التحذير من وجود أي شركات أجنبية وشركات أمريكية موجودة في السودان إذا لم نجد عدم استعداد من كلا الطرفين الوصول لمرحلة وقف إطلاق النار سنأخذ مرحلة أخرى جدية أكثر من أجل حماية المدنيين الآن نحن نتكلم مع كلا الطرفين بحزم شديد من أجل الوصول لمرحلة وقف إطلاق النار لكن إذا لم يستجيب أحد الطرفين سوف ننتقل لمرحلة أصعب